في الفيديو ده هنشوف Collision Sensor ده مفيد بحيث ان لو حصل Collision من العربية في اي حاجة اللي بيحصل ان هو بيديك تنبيه ان حصل Collision يعني فمثلا السطور الاولى دي هي نفس السطور بتاع تنزيل العربية اللي احنا كنا عملناها قبل كده دي مجرد function بتعمل Print لكلمة Collision لو حصل Collision قول لي ان فيه Collision فطبعا Collision Sensor عشان ننزله فمن Blue Print Library جبنا الاسم بتاعه او ال ID بتاعه يعني بعد كده قولنا المكان اللي احنا هننزله فيه زي ما عملنا قبل كده بعد كده عملنا زبون له واتاتش دلمين للفايكل بعد كده عملنا sensor.listen طول ما هو شغال عمال يستدعي function اللي اسمها Collision Function اللي احنا عملناها فوق ويبعت لها event بحيث ان هو اول ما يحصل Collision هيطبع لي هنا Collision يعني هو بيستدعي function دي بس لما يحصل Collision فيطبع لي ان حصل Collision طبعا ممكن انت تستفيد من ده كطباعة او ممكن تستفيد منه كبوليان مثلا تبقى انت حاطب بوليان هنا مثلا بفولس واول ما يحصل Collision يبقى بترو زي مثلا ان انت بتتريم فانت عايز تتحكم في ضن ولا لا فضن مثلا هي فولسة على طول لكن لو حصل Collision يبقى ضن بترو وبالتالي الابسود يكون انتهى فانت ممكن تعمل حركة زي دي هنا بحيث ان انت تخلي لما يحصل Collision يخلي الضن بترو وبالتالي يعمل دستروي للفايكل ويبدأ من الاول تاني طيب المفروض ان احنا نحرك العربية نخليها تتحرك قدام على طول من غير ستيرنج ولا حاجة عشان نشوف لما يحصل Collision هيقول لي ايه هنا طيب تعال نشغل الكلام ده ونشوف اللي هيحصل زي ما انت شايف كده كارلا فتحت نقدر نرن كل سل ده كده هينزل العربية بعد كده نرن ننزل نشغل العربية عشان نشوف اول ما يحصل Collision هتلاقي ان العربية بدأت تتحرك هاي اللي حصل ان هي تغبط في الشجرة حصل Collision ففعلا هنلاقيه ان هو تحت عمال يقول لك Collision Collision فيه Collision بتحصل لان هو دلوقتي يخابط في الشجرة والسروت البواحد عمال يحاول يمشي مش عارف فهو كل شوية عمال ايه بيغبط في الشجرة فهدلوقتي زي ما انت شايف فيه Collision حصل فده زي ما قلت لك ممكن تستفيد منه عن طريق ان انت تعمل مثلا هنا بوليان ان لو حصل Collision خلاص يبقى الابيسود انتهى وتقدر تبدأ ابيسود تاني اشتركوا في القناة